توقفت مباراة فالنسيا وريال مدريد المقامة على ملعب مستايا اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليكة وجاء ذلك بسبب القاء بعض جماهير فالنسيا لمقذوفات على ارض الملعب ودخلوا في اشتباكات لفظية مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وقرر الحكم ايقاف المباراة لبضع دقائق قبل ان يتم استئنافها مجددا علما بان فالنسيا فاز على ريال مدريد بهدف نظيف يشار الى ان ريال مدريد خسر لقب الليجا رسميا لصالح برشلونة منذ الجولة الماضية فيما حصد فالنسيا ثلاث نقاط ثمينة ستساهم بنسبة كبيرة في بقائه